السلام عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد كنتمنى تكونوا بصحة جيدة ان شاء الله يا رب مرحبا بكم كاملين وبالناس اللي كيزوروا القناة لأول مرة كنتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر جرس هكذا يبقى وصلكم جديد الوصفات اللي كنشارك معكم وفي فيديو اليوم غدي نشارك معكم عراضة مغربية غدي نحضروا فيها دجاج محمر ومضغمار غدي نحضروا فيها بسطيلة الحوت وغلاس ديل ضيافة غلاس سهل ماهل غدي نحضره بالكرامل طريقته سهلة والمناق ديله كيجي جديد بالسف فكنتمنى انا الوصفات اللي غدي نحضر معكم يومي نال وإعجابكم ونضغز معكم مباشرة المقادر وطريقة تحضر فمدا معكم على بركة الله وأول حاجة غدي نمعكم بتجاج لأنني غدي نحضروا بليلة هكذا من قبل كنحضر لي هذيك تسبيلة أو هذيك شرمونة ديالو كنخليه مرقد هكذا ليلة كاملة هكذا كتشرب هذيك تسبيلة وفنفس الوقت كننقص علينا الخدمة غدي نحتاج خمسة ديال دجاجات يمكنكم توماتسع منو غير دجاجة وحده جود دجاجات على حساب اللي بغيتو عندي كمية من التوم اللي حكيتها كمية من القزبر ومعد النوس اللي قطعتو غدي نحتاج الحامض اللي مصير غدي نحتاج هكذا زعفران غدي نحتاج السمن وبالنسبة التوابل فأكيد كنحتاجو الخرقوم أو للكوركم زنجبيل أو لسكنجبير والبزار وأكيد الملح وبالنسبة التوابل لسا منتهم كاملين هما السمن والحامض المصير وزعفران وحتى هدل هريسة فهما كاملين من عند رواق طيبات صراحة جربت المنتوجات ديالهم زوينة بسف هدك الحامض المصير زيتون يعني بدون صودة ويعني منتوجات زوينين وحتى التمن ديالهم جد مناسب كنتوا في كازا أو لما كنتوا شف في كازا يعني قدرو يوصلكم حتى الباب الدار غدي نخلي لكم صفحة ديالهم تقدرو تشوفوا المنتوجات كامل اللي عندهم حتى الأتمينة فبنسبة الطريقة ديال الجاج خديتها كده يعني هدل القاملة اللي غدي ندير فيها دجاج هكده مباشرة درت فيها هكده القزبر مع نوس المقطاع التومة ملعقة صغيرة من الإبسار ملعقة صغيرة من زنجبيل أو لسكينجبير غدي ندير أيضا ملعقة صغيرة من الخرقو بالنسبة للكيمية التوابل فكيبقى لا حسب كمية دجاج اللي السمتوا يعني اللي السمتوا كمية أقل كتنقصوا من هدل الكمية درت ملعقة صغيرة من القزبر يبس مطحون غادي ندير ملعقة صغيرة ما عامراش من رسل حانوت ملعقة صغيرة هكذا عامره من سمن غادي نضيف تقريبا هكذا اللوب ديال الحامضة مصيرة زونت لها هكذا العدومة ديالها ودرتها غادي ندير ايضا ملعقة صغيرة هكذا من الهريسة فبالنسبة للحارة ما كيجيش هاد جاج يعني بين في هاد الحرورة او هاد الهريسة وليكرا كتعطيها واحد للمداق زوين وحسا اللون ديال الدجاج يعني كيجي زوين ولا ما بغتوش تستعملوا الهريسة فايمكن ليكم غادي نضيف هنا يا واحد للكاس هكذا من الماء يعني ماء عادي باش غادي نخلط هاد توابل بالنسبة لها التسبيلة في الدجاج فكا تجليدها بزاف هادي على الطريقة ديال ماما هي لدى باكتحرك هاد تسبيلة كاملان هادي بغي المساعدة ديالا كتقول يا شنو ندير هنا غادي نضيف هكذا كمية قليلة من الملح لانا نسيت ما ضفتها مع التوابن ضفت هاد الكيميال انا عندي كمية مثلا هكذا كتيرا ديال الدجاج إذا كانت تغي كمية قليلة قد تضيفو غي شوية لانه كيل حامض المصير وكيل زيتون لكي يكونوا مالحين فما نكتروش ملحة بزاف وهنا فاخدات هكذا دجاج دجاج اكيد لي كان كنوا غصنناه من قبل مزيان وخلينا هكذا كيت تقتر من المديالو وكتحاول هكذا تدخل هديك الشرمولة ولهديك تتبيه لالجاج كامل يعني الوسط ديال الدجاج واحتل بين هكذا هديك الجلدة واللحم ديال الدجاج وهنا في صدر فكتدير هكذا واحد تقبة هكذا في صدر كتدخل له هديك الشرمولة صدر كيجيبين حتى من الوسط دياله ملحة بزافة ثم نكملها في هذه الطريقة ثم نحاول تجمعها و تدخلها و نضع لهم الخيط و نحافظ على الشكل خصوصا من المبتدئات نصيحة مهمة بالنسبة للشكل و نضع لهم نضع لهم نضع لها في البواط و نضع لهم في طلاجة نضع لنا لشكل و نحاول نجمعه لهم يبقى محافظ نضيفه على شكله نضيفه على طريقة سهلة تحاولون خيط على الجوش و تحاولون تلويه على رجلات و تحاولون تعقدونهم و تسدون الخيط لكي لا يتحل بخطة تجاج و تحمره كل شي يبقى بهذا الشكل كمنت الكمية كاملة بها الطريقة و يكون هذا هو الشكل فهنا سنغطيهم و نضيفهم حتى الغدل يعرف كيف سنطيبوهم كانت عندكم بلاسة بغير تدخلهم تلاجة يمكنكم تخليهم غير هكذا فوق سطح العمر و لا يقع إليه يواروا لأنها تلاجة لا يوجد البصلة و هذه البواطة نضيفها و نضيفها حتى الغدل و هنا مباشرة سأستمعكم لكي نحضروا واحد القلاس سهل سوف نحتاج هذا المصح قلاس و يمكنكم تعاوضه بودرة الكريم سوف نحتاج نصف لتر محليب بارد و سوف نحتاج جوج علاب بيرلي أو جوب نطاري سوف نحتاج كراميل هنا سأقوم بكاراميل يمكنكم تعاوضه بكاراميل منزلي و سبق لي أحضرته معكم طريقته سهلة و كي يجيل ديد أيضا فبنسبة طريقة سهلة بزاف كتاخدوا إينا سوف نوضع فيها المصح در دي الجلاس أو بودرة الكريم شانتي أنا توفر عندي هذا هو اللي استعملته ضف طليل نصف لتر ملحة بارد مزيان و سوف نحاول نطربهم حتى يضاعف الحجم ديرهم كي يولي القوام ديرهم تقيل ما سوف تحتاجوا أنكم تضيفوا السكر لأن المزال سوف نستعملوا الكاراميل يعني المادا قديروا كي يكون حلو و يمكن لكم تنكهوا هاد القلاس بأي حاجة بغيتوا بغيتوا تخليوا غير هكذا كدير الفاني بلا كاراميل يمكن لكم غير هو بالكاراميل يعني كي يجي أحسن بغيتوا مثلا نضيفوا ليه شوكولة يعني نوتيلة ولا الكاكا ولا أي حاجة يمكن لكم أيضا مهم أي نكهة بغيتوا تستعملوها يمكن لكم سوف نضيف جوج علب من باغلي باغلي كي يعطي واحد المداق كي يخلي أنه يجي كريمي و لما كان شعندكم فحته هو ماش يدوري في الوصفة سوف نضيف الكاراميل وبالنسبة الكمية كتقى على حسب الرغبة ديالكم أنا تقريبا علبة ديالنس يعني خليت فيها واحد ملعقة كبار اللي غدي نخليهم تزيين والكمية الاخرى كلها هكذا استعملتها وكنتطربهم مرة أخرى حتى ينتجموني هدوك المكونات وكيكون هدو القوام ديالو كيكون هكذا تقيل خديت الآن إطار اللي غلفتو هكذا من تحت بلاستيك غدائي وغادي نفرغ الكمية ديالجلاس اللي عندي كاملة كتعطينا كيف لاحتو معايا كمية مهمة يمكنكم استعملو أيضا مول دائري اللي كيتفتح من الجوانب أولا غير شي علبة يعني تفرشوا لها كده من تحت بلاستيك باش يتعلق لكم أنكم منتقلبوه تزولوا هدوك يعني تقلب لكم بسهولة كتزولوا هدوك البلاستيك وكنحاول نقادها بهذا الشكل هدوك هدوك يعني را كي يعطينا كيمية كتيرة كيف كتلاحظو غادي نغطيه الآن ببلاستيك غدائي وما بعد ما كيبقى ليه غير ندخن المجميد كنخليه ليلة كاملة حتى كيتجمد وهكذا يعني كيبرد على خاطره والغدلي غادي نقدموه معاكم أيضا هنا في الغدلي أول حاجة شعلنا على هدجاج درنا لي هكذا كيمية من الماء القيس اللي غادي طيب فيه وكمية هكذا من البصل مع القليل من زعفران اللي مادرتوش يعني من قبل وكننغطيه الهدجاج كنخليه حتى كيطيب مره مره كتبقوا وكتقلبوه على جهات كاملين غير بشوية باش مكيتشتتش معاكم ومكليكم تبقوا تدخلوا فيه واحد لقطيب باش كتأكدوا بأنه طاب كيطيب مكليكم تزوه وكتدهنوا بالزبدة وكتدخلوا الفران كيتحمر ومن بعد قدروا هدوك الجنيحات وكتبقوا فيه كترك الماراق حتى كيطيبوا وعاد ترميوا والزيتون وحامض المسير وصير الماراق باش كيجيكم خاطر كتخليوا البصلة حتى كتدوب مزيان يعني هدوك المرقاكة تنشف مزيان يعني هدوك المرقاكة تركك المطلق يعني هدوك المرقاكة تركك المزيد وقعد من بعد إلا بغيتو تكون واجدة تكون خاطرة وبنينة بالنسبة لبسطيلر الحوت سوف نضعها لكم فيديو هذا لكي لا تحتاجها لتلقائها لا تريد أن نطول لكم في الفيديو لأن الفيديو سوف يأتيكم في السف سوف نحاول أن نضعها لكم في الفيديو سوف نضع لكم طريقة كاملة سوف نشاركها معكم طريقة سهلة سوف تحضرها لأول مرة سوف يأتيكم بنينا و أحسن أن نشاركها جاهزة و نحضرها في الدار تقام علينا أرخص من أن نشاركها جاهزة و حتى الطريقة سهلة سوف تكون سهلة كما تلاحظون معي أنا هنا أدرسها بورقة الفيديو وورقة الفيديو سوف تكون صعبة في الخدمة لأنها سوف تكون حساسة وضغية أحسن حاجة أن تدرها بورقة البسطيلر والناس يمون فيها كذلك فممكن أن يدرها بالفيلو سوف تكون طريقة سهلة و كيكون هذا الشكل البسطيلر حسن هنا سوف تحضرها لأن ورقة الفيديو لا يوجد ورقة البسطيلر سوف تكون هذا الشكل و بالنسبة للدجاج فكيكون هذا الشكل بعد أن تحمر قطبناها بهذا الشكل مع هذا المرق و كانت أمنى أن تقلوا لي كيف جاءتكم طريقة ماما و خصوصا كانت أمنى أن تجربوه و تشاركوني هكذا تجربتكم كيف جاءكم كمية كثيرة يعني كمية قليلة مع وليداتكم و تفرحوا بها و كان أعتادة لأنني لا أستطيع أن نصور كمالة ديالها الدجاج لأنكم عارفين مع الأراضة و مع الوين هكذا لا أستطيع أن نصور كل شيء و إذا أردت طريقة ديال الجاجة محمرة سأضطي لكم الفيديو ديال الجاجة واحدة حمرتها بطريقة سعلة سأخبر لكم الفيديو هنا رفقتها في الأخير ديسير أو فواكه و بالنسبة للجلاس سأخبره معكم بهذا الشكل سأخبرها في الطبق التقديم و نزول الإطار بسهولة اختيت ملعقتان كبار تقديم الكراميل يمكن أن تحركهم حتى يدوبوا مع الحرارة أو تدوبهم في بام ماغي أو تدخلهم في ميكروهند تقديم الكراميل تقديم الكراميل تقديمه في بلاستيك و تقديمه بهذا الشكل و يمكنكم تقديمه باللوز أفيني محمرة باللوز مهرمش محمرة بأي حاجة تقديم الاختشار و يكون هناك وشك طريقته سهلة و صراحة المدق يأتي نديد كثيرا و ندخل و تكون هذه العراضة اللي شاركت معكم كانتمنى أن الأطباق ينال و إعجابكم و تجربوهم إذا جربتوا أي وصفة في القناة كانتمنى أنكم تشاركوا معي تطبيقاتكم في الانستجرام للمزيد من الوصفات أكيد ستلقوهم في القناة كانتمنى أنكم تشوفوهم و تقولوا لي رأيكم و إن شاء الله ستناول الفيديو دي البصطلة دي الحوت اللي قد ينشاركوا معكم كانتمنى أنه ينال إعجابكم أيضا إذا كنتم تزروا القناة الأول مرة كان رحب بكم ما سبخلوشا لي بالاشتراك و هكذا كنكون وصلنا نهاية الفيديو و ما بقى ليا غير نقول لكم نتلقى في فيديو جديد و وصفات جديدة إن شاء الله خليتكم على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر